اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني أن الشباب ركيزة أساسية وتروة الوطن وأساس تقدم في مختلف المجالات وذلك بفضل الرعاية التي يحظى بها هذا القطاع باللدن جلالة الملك المعظم والاهتمام المستمر من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك بمناسبة رعاية سموه يوم أمس حفلة خريج الفوج الثامن لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني للعام الدراسي 2023-2024 والبالغ عددهم 102 من مختلف تخاصصات التعليم التقني والمهني وأشار سموه إلى أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يعتبر ركيزة أساسية ونموذجا في تمكين الشباب خصوصا أن المركز مديرة تعليمية شاملة تسهم في استكمال رؤية جلالة الملك المعظم المستقبلية عبر تنمية الشباب وتأهيلهم في مختلف العلوم المهمة في مستقبل الصناعة والتكنولوجيا وأشاد سموه بمساعي وجهود فريق عمل مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني وأذرعه المختلفة وما يحققونه من منجزات تسهم في نمو الابتكار التكنولوجي وتنمية المهارات وتعزيز هذه الثقافة لدى المؤسسات والأفراد وأسهمتهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي وذلك عبر تحقيق المعايير الدولية ونيل الجوائز المرموقة مقدما سموه التهانية والتبريكات للطلب الخريجين من جانبه ألقى الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني كلمة توجه فيها بالشكر الجزيل لسمو الشيخ ناصر بن حمد على دعمه الدائم والمستمر للطلبة ومساهمة سموه في رفع سقف التطلعات والطموحات لدى الشباب البحريني هذا ويشهد مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني تخريج الدفع الأولى من برنامج الابتكار التكنولوجي تخصصات الذكاء الاصطناعي في الحوسبة السحابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر